اشتركوا في القناة اكد المهندس علي الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان رئيس فريق العمل المشترك اكد انه في اطار رؤية حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حافظه الله ورعاه التي تؤكد اهتمام وتطبيق اعلى معايير ومبادئ حقوق الانسان وتوجيهة جلالته الانسانية بالتوسع في تطبيق القانون قانون العقوبات والتدابير البديل لكل مستحقها بادرت المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان بالشراكة مع وزارة الداخلية ووزارة العمل وغرفة تجارة وصناعة البحرين وجمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وهيئة تنظيم سوق العمل وصندوق العمل تمكين بانشاء فريق عمل متكامل معاني بوضع عالية كفيلة بتنفيذ قانون العقوبات والتدابير البديلة لشركات القطاع الخاص والدور المنوط بها وأضف أنه نتج عن ذلك تنظيم هذا اللقاء مع مماثلي القطاع الخاص إيمانا بهمية مشاركته في تطبيق العقوبات والتدابير البديلة انطلاقا من مبدأ المسئولية المجتمعية وأضف أن هذه الخطوة ستسهم في إحداث نقلة على مستوى تفعيل العقوبات البديلة على نطاق أوسع وشهد المهندس علي الدرازي بالدور البارز الذي تطلع به وزارة الداخلية في تنفيذ أحكام هذا القانون والذي يسهم في إدماج المستفيدين من المحكوم عليهم في المجتمع في سياق متصل أكد شيخ خالد بن راشد الخليفة مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة أن القطاع الخاص قطاع رئيسي وشريك أساسي بجانب القطاع العام في البحرين وأن إشراكه في تطبيق العقوبات البديلة يأتي تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حافظه الله ورعاه بالتوسع في تنفيذ العقوبات البديلة كي يمتد إلى الجانب المهم وهو التدريب من أجل التوظيف للمستفيدين منها من جهتي أكد سيد سمير عبدالناصر رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين أن المؤسسات والشركات التجارية في البحرين لعبت على مدار سنوات طويلة دورا مؤثرا في تنمية وخدمة المجتمع ولم تتخلى أو تتخاذ اليوما عن الاطلاع بمسؤوليتها تجاه تأدية هذا الدور لتسهم بشكل فاعل في تحقيق التنمية المستدامة على كافة المستويات وتترك بصمتها في طريق العطاء وخدمة الوطني والمواطنين ترجمة نانسي قنقر